اشتركوا في القناة اقرأ كتاب مقدس بسمع كلام ربنا ارنم بسمع بكلم ربنا بكلام جميل بنغامات جميلة تسبحها بسبح ربنا حاجات كلها خاصة بربنا طالما ان انا دخلت ربنا في الموضوع بقى هي دي صلاة لما اكلم الناس عن ربنا نوع من الصلاة لما احكي عن ربنا بالكتاب مقدس نوع من الصلاة لانها صلاة بالله الصلاة دي مهمة جدا جدا والكتاب بيقول صلوا كل حين ولا تملوا يعني كل وقت الاقي فيه اي حاجة اقوله يا رب كلمة يا رب اهي صلاة حافظ علي صلاة حافظ على كل شعبك صلاة انقذ كل الناس صلاة كل ده حاجات صلاة وانا الاحظ امثلة كتير جدا في كتاب مقدس عن الصلاة يعني معروف ان موسى النبي كان بيكلم ربنا وقت طويل ابونا ابراهيم كان بيكلم ربنا وقت طويل الاوي كلام بتاعه كتب في كتاب مقدس عشان نتعلم فالصلاة كلام حوار بيني وبين ربنا هو يكلمني وانا اكلمه هو يكلمني في كتاب مقدس وانا اكلمه الصلاة دي ركن اساسي والتلات فتية هم في قتون النار عملوا ايه صلوا لما صلوا حصل ايه ربنا خلى الحبال المربوطين بيها تتقطع وتقع والنار ما تأثرش لا فيهم ولا فيهدومهم ولا حاجة ومشيين وكتاب بيقول كان الرابع شبيه بابن الالهة احد ظهرات السيد المسيح في العهد القديم عادين يمشوا مع بعضهم ويتكلموا بعض ومتمتعين لانهم صلوا ناس كتيرة لما بتصلي بتحس بالعمل ربنا موجود يونان هو بطن الحوت اهو دخل في بطن الحوت يعمل ايه صلوا ده حتى اهلين ينوى الناس الاشرار لما يونان كلمهم صلوا لربنا كلهم فالصلاة دي ركن اساسي في حياتنا من غيرها ما نعرفش نعيش نفس السيد المسيح قال كده لما بيقول صلوا صلوا بلا انقطاع ادعوني في وقت ضيق انقذك فتمجدني بس احيانا يحصل ناتي بقى ندخل في امتحان نصلي خلص الامتحان بطن نصلي تخلنا في امتحان نحط ياسمينا على المزبح خلص الامتحان ننسى نتناول من المزبح لا احنا عايزين مفروض الصلة دي مش بتوقف على ظروف ولا موعيد ده الكتاب يقول صلوا كل حين صلوا بالانقطاع يعني كل من لقي فرصة نكلم ربنا بنكسب فيها اولا ربنا بيبعث الملاك يقول ها انا مسانيك تصلي هتصلي ها الصبح مسانيك تصلي يالا اقول صلي فانا اللازم صلاة الشوك المزمون الخمسين ومزمون التلاتة من الباكر والانجيل والقطاع حلوة اوي الملاك اول ما اللي انا بنصلي وليه هاخد الصلة ارفعها فوق وسيقه ان ربنا استجاب دايما ربنا بيستجيب بس احيانا اللي استجابة تكون ايه بعد شوية بطريقة ربنا باستوبه بافكاره بحكمته يعني مثلا واحد صال لقول يا رب اشوف فلان يقول حاضر بس هاشفي بعد اسبوع طول بالك يا رب نجحني في الموضوع الفلاني قل له اذاكر وانهقف معاك وهتنجح ان شاء الله يا رب الشغلانة الفلانية دي بابا كان عايزها اه بس طول بالك يمكن ربنا مجهز للشغلة احسن من عارف يا رب الفلان الفلاني دا محتاجك دلوقتي اه مانا جنبيه بس طول بالك زي ايه زي ناس راحت للسيد المسيح لكن عانية يا رب يسوع اشفي بنتي حاضر طولي بالك شوية تكلمي شوية خلينا نتكلم شوية مع بعضينا وفي اخر كلام قال لها ازهابي ابنتي بنتي تشوفيها خلاص يعني فيه صلوات كتيرة يايروس لما عايز المسيح وهو ماشي في السكة قاعد يكلم المسيح المسيح يكلم تطمن ما تخافش اهدي علاقة بين المسيح وبين يايروس ولما راح بناء على الصلوة او طلب المسيح شفاله بنته او امها من الموت اذا الصلوة مقتدرة واسق اننا لما صل لربنا مئة في المئة ربنا استجاب بس امتى الاستجابة وطريقتها ايه دي شغل ربنا مش شغل انا محشورش نفسي في عمل ربنا ولا حكمته من عارف فكر الرب او من قد صار له مشيرا محدش يعرف فكر ربنا ايه لكن ربنا عارف طالما انا صليت والمسيح الكده اسألوا تعطوا طلبوا تجدوا قراءة يفتح لكم مدام اسأل هيديني هيديني مئة في المئة بس امتى مش شغل ربنا مش شغل انا يعني احنا دلوقتي كل انا بنصلي بنقول يا رب ارحم العالم من فيروس كورونا يقول احاطر بس ايه انا عواز اعودكم تصليوا كتير لان انا لو استجابت النهاردة هتبطلوا الصلاة بكرة لكن لما اطول الحكاية وتتعودوا على الصلاة يبقى خلاص اتعودت على الصلاة سواء فيه فيروس او مفيش خلاص بقيت انسان مصلي وفي الساعة دي انا اروح رفعه واقول خلاص انا مستجيب لصلاتكم من اول ما طلبتم لكن الوقت سيبهوه لنا والطريقة سيبهوها لنا الصلاة دي اكبر حاجة في حياة الانسان نفس السيد المسيح الكتاب كان بيقول يقضي الليل كله في الصلاة وفيه بستان جسيمان اقعادي صل الصلاة دي شيء مشبع على فكرة الكلام ده ما ينفعش لما الواحد يجرب بنفسه ويقف كده ويكلم ربنا ويطلع لجوهوه مع ربنا يقول انت وحشني يا رب انا يعني نفسي اعود معاك انت الاول كنت مشغول دلوقتي نفاضي عايز اعود معاك وقت حلو قوي ونكلم بعضينا انا اكلمك يا رب وانواثق انك هتسمع كل دي صلوات الواحد يقدر يقولها ويقولها في الوقت اللي احنا دلوقتي في ديقة بس مش بعد ما ديقة تخلص ايه الواحد يخلص لكن احنا نصلي في ديقة ونصلي في الفرج نصلي في الحزن ونصلي في الفرح نصلي في الالام ونصلي في الصحة ربنا حافظ علينا وعلى كل العالم ببركة القديسين ولله للمجد الدام الى الابد امين